السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نحكي عن شغلات كتير مهمة لطلاب التوجيهين يلا بسم الله فيديو اليوم رح ينقسم قسمين أول قسم رح يكون عن الأمور اللي بتهم طالب التوجيهي من ناحية النفسية والقسم الثاني رح تكون عن الأمور الدراسية كيف أدرس وكيف أنظم وقت أول إشي بيهمني كطالب توجيهي أنه أتعامل مع مشاعر الخوف والتوتر والقلق كل المشتبع بهول لنا أنه والله التوجيهي بيخوف هاي سنت مصيرك وأبصر إيش كتير مهم أنه أنا ما أخاف ما أتوتر ما أقلق أتأكد أنه اللي كاتبه ربنا رح يصير وأنا رح أعمل اللي عليه هذا أهم إشي تاني إشي أنه التوجيهي مش آخر الدنيا ولا أنت أول واحد ولا آخر واحد رح تقدم توجيهي في ملايين غيرك أقدموا ملايين غيرك رح يقدموا وكل المملكة عم تقدم معك فما في داعي أنا أخاف وأفكر أنه أنا لحالي بهاي الدنيا لا ما في هذا الحكيه بس أنه أنا بدي أعتبرها سنة عادية متلها متل أي سنة وبزيد عليها ساعات دراسة زيادة تركيز زيادة هي سنة متلها متل أي سنة بس شو بدي نعمل؟ اهتمام زيادة بدنا نبعد عن فكرة الفومو شي يعني فومو؟ فومو يعني Fear of Missing Out شي يعني Fear of Missing Out؟ يعني أنه أنا بكون خايف أنه في إشي رح يروح علي في هاي الدنيا كيف مثلا؟ أنا بكون عم بدرس ماشي؟ وباخد بريك هيك فجأة بفتح فيسبوك إنستجرام أي إشي بشوف صاحباتي طالعين وطاشين أو معزومين فبصير عندي شعور أنه أنا عم بتروح علي كتير شغلات يعني أنا مش عم بطلع معهم مش عم بطوش مش عم بعمل إشي فهدلي إشي اسمه Fear of Missing Out اللي هو الفومو والفومو كتير بتصير مع طلاب التوجيهة ومع طلاب التخصات الطبية اللي بنضغطه كتير طبيعي جدا بس أنا بدي أحاول أفهم أنه هاي المشاعر معناها فومو وأنا طبيعي إني أنا أحس فيها بس هو حرفيا ما في إشي رايح عليك يعني طبعا إحنا بنحكي بشكل عام مش إنه والله ما تطلع وتحبس حالك هلا رح نحكي عن الموضوع لقدام بس حبيت أبو يعني أحكي لكم عن شغلة الفومو عشان لو ما يصير معا كيك هذا فومو خلص أوكي ما في إشي رح نروح علي مجرد ما أنا بلشت دراسة بعمل إشي أو ببرمج مخي على مبدأ Tunnel Vision ماشي يعني Tunnel Vision معلش هذا الفيديو فيك مصطلح هيك جداد بس عادي ممشكلة من أتعلمهم أوكي إذن Tunnel Vision يعني أنا أكون عندي نظرة هيك بس دايركت أنا شايف حلمي قدامي هيك بالضبط هيك هذا Tunnel Vision ما بتشتات ما ببعد عن حلمي زي ما حكينا ما بسمع لأي حدا وبظل مركز هذا هم إشي نظل مركز دوني والله توجيهي كتير النفسية بتلعب دور نفسيتك رواءانك تكون مرتاح نفسيا وأنت بتقدم انتحان وأنت بتدرس ما تفكر لبعد هيك لا تفكر إنه رح يجي الانتحان صاحب رح يجي الانتحان أبصر كيف شو رح يجيبوه لنا ما تفكر بهاي الأفكار تعلمت يعيش اللحظة اللي أنت فيها هلأ بس فكر أنا في الورق اللي أنا ماسكة هلأ كيف بدأدرسها وكيف بدأ أخلص من هذا الدرس وكيف بدأحل هدول المسائل وكيف ألخص هاي المادة بس ما تفكر أبعد من هيك ما بدنا نفوت بهاي الدوامات وواجعة الرأس لأنها عبارة عن تضيع وقت رح توترك على الفاضي إذا كنت حافظ رح تنسى ومش منتجي يعني أنا شو الهدف أقعد أفكر للامتحانات لا بفكر في الورقة اللي قدامي وبدأدرسها أحسن لي صح ولا لا مجرد ما بلشت سنتي التوجيهي حاول إعزل حالك عن العالم مش بالمعنى الحرفي إنك تقعد بغرفة وتتكرع حالك لكن بعزل سمعي عن العالم الخارجي ما بسمع لحكي أي حدا سواء زملائك الطلاب سواء رايب سواء جيران سواء أي حدا في الحياة ما بسمع لأي حكي خارجي بده يحط معنوياتي أو يقلل من تعبي أو حتى يوترني يعني كثير من يكون قاعدين في الأعداد الأهل والعزايم وهيك ممكن أحد يجي لك إيش توجيهي شو عملت لسه ما درست لسه ما بلشت لسه ما ختمت شو اسم أستاذك لا هذا الأستاذ أحسن لا هذا الإشي هذا الحكي بدنا نعمل بيننا وبينه حاجز ما بدنا نسمع لشغل أي إشي ممكن يوترني بدي أفصل خلص أنا أركز بدراستي وأي إشي تاني ممكن يزعلني دايقني يوترني ما بدي أسمع إله وبدأ أطنش طيب نيجي لموضوع الحلم أو الشغف أو الطموح حسا إذا أنت كطالب توجيهي عندك تخصص ببالك حابب تدرسهم سواء طب أسنان رياضيات هندسة طب صيدلة شو ما كان هذا التخصص خليه في بالك دائما خلي هذا التخصص ببالك ولما تحس أنك تعبت أو اتكاسلت شد حيلك بهدف أنك توصل لهذا التخصص بإذن الله طب بلكي أنا ما عندي تخصص ببالي أو ما بعرف شو بدي أروح مو مشكلة حط ببالك أنه أنا أجيب أعلى معدل بقدر عليه يعني استخدم كل طاقاتك وكل إمكاناتك الموجودة عندك أوكي ما تخبي ولا ذر الطاقة عندك كلها استخدمه وجيب أعلى معدل عشان أنت تتحكم بأي تخصص تختار يعني ما بدنا معدلك هو اللي يحكمك شو تختار لا أنت بدك تكون صاحب الإختيار وبلكي أنا بنص الفصل فقدت الشغف أو خلص تعبت أو ازهقت أو خلص شو هذا الهدف من الدراسة كلها وهاي التعب والسترس أنا ما بدي أدرس بدي أريح حالي وخلص لي يجي يجي هلأ شغلة الشغف أو الاستمرارية مش نفس الإشي هلأ أنا ممكن أستمر وأدرس وأتعب وأضل سهرانة بس مش شرط أكون عندي ضل شغف عادي لو الشغف زيره أو حتى بالسالب لازم أقوم أدرس فالشغف مهم أنك تحب المواد كتير مهم مثلا أنا كطالب علمي بدي أجو أمسك الفيزياء ممكن أنا ما بحب الفيزياء أو ما بحب الكيميا أو ما بحب الأحياء مش شرط تحب المواد أنت هلأ بلشت في التوجيهي ما تحت تتحجج أنه والله أنا مش طاية الفيزياء مش طاية الأحياء يا الله شو معقد يا الله شو زينك لا مش شرط تحب المواد حاول إفصل مشاعر الحب من المواد عن الهدف من هاي المواد أنت هدفك تجيب علامة هاي المواد كون نصلحجي كون نصلحجي مع هاي المواد فلما أحس حالي ما ضل عند طاقة أو فقدت الشغف بقوم بحكي أعوض بلمشاط الرجيم بتوضى بصلي ركعتين وببلش دراسي بهتف أنه أنا أجيب علامة بغض النظر عن هاي المواد بغض النظر أنا شو حاط طموحي التخصص بس بدرس وبركز على اللي أنا فيه يا الله شو مهم هاي الفكرة أنه لما أنا أحزل حالي عن كل هاي المشاعر وأدرس بعقلانية كتير رح تفرق معكم صدقوني حاولوا جربوا أنه أنت تدرس عشان هاي المادة بغض النظر لا تفكر بمعدل ولا تفكر بتوجيه ولا بعلامات ولا بأي إشي بس أمسك هايك مادة بدون مشاعر إموشنلس هيك خلصنا مرحلة المشاعر والإموشنلس وكيف نتعامل معهم خليني نبلش بالدراسة أول إشي بتنحكي فيه بالدراسة إنه متى أبلش أدرس توجيهي هلا بالنسبة لإليه صراحة بشوف إنه صفية التوجيه اللي هي الصيف اللي قبل التوجيهي هي أنسب وقت تبلش فيه خاصة المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيميا أو الأحيائي نشوف إيش المواد العلمية اللي أنت ممكن بتدكرك فيها وبلش فيها هلا الرياضيات ضروري تبلش فيه بالصيف ضروري لأنه المادة زخمة وكبيرة فكل ما بلشت فيها أبكر كل ما كان أحسن وخلي معها كمان مادي علمي ممكن فيزياء أو كيميا أو أحياء في ناس بتبلش بشتوية الأول ثانوي يعني اللي هو يعني هلأ شهر واحد إحنا أول ثانوي في ناس هلأ بتبلش مش غلط بس ما تضغطوا حالكم عشان ما تزهقوا ولا تتعبوا بس كل ما بكرتوا كل ما كان أحسن بس بدون ضغط يعني ما أضغط حالي بالأول ثانوي وأكره التوجيه وأزهق المواد وليما يجي التوجيه أحط راسي وأنام لا ما بدنا هذا الإشي فضروري إذا أنت عارف حالك من النوع اللي إذا عدت المادة وكررتها بتزهق لا بلش على الصيف وبعدين نكمل في المواد ما تبلش أبكر من هيك طيب بأي وقت أدرس باللوقت اللي أنت بتشوفه مناسب في ناس بتحب تدرس الفجر في ناس تحب تدرس في الليل في ناس تحب تصحى من الصبح مثلا تضلها شابكة طول اليوم وتدرس ألا أنا بالنسبة لإلي مثلا بدرس في الليل يعني هلأ الساعة ممكن تلاتة ونصف الفجر أنا هيك أنا وطوات بحب أدرس بالليل بحب أعمل كل إشي بالليل لأنه أنا هيك بناسبني أنا ابني بينام يعني بينام على العشرة أحداش بعد هيك أنا بقدر أدرس ما تحاول تستنسخ أي خطة لأي شخص آخر يعني إذا أنت زميلك في الصف في زابط معه أنه يدرس الفجر مش معنى أنه أنت لازم تدرس الفجر ولا تدرس بالليل أنت شوف الوقت اللي بتكون فيه مركز مليون بالمية ومصحصة حراية واختاره وبلش فيه يدرس وبالنسبة لدراسة المواد واختيار الأسادة خاصة للمواد العلمية يعني أغلبنا بدرس فيزيا وكيميا ورياضيات مع أسادة بالإضافة لأسادة المدارس يعطيهم ألف عفية جميعا طبعا عشان أنا أختار أي أستاذ بيناسبني لازم أبلش أحضر لهم بالصيف عشان أنا أقيمت لو أحضر على اليوتيوب الأستاذ فلان بحضر للأستاذ الثاني بشوف الفرق في الأسلوب مرات أنت ممكن الأسلوب ما تحبه فأنا مهم بالصيف أعمل هيك ريسيرتش كامل عن كل الأسادة للمادة اللي أنا بدي أخذها وأختار الأستاذ اللي بيناسبني طيب بلشت أنا في المادة واخترت هذا الأستاذ كيف أعرف أنه هذا الأستاذ هو مية بالمية بهذه المادة كل بساطة بتقدر تجيب أسئلة وزارية وتحل أسئلة وزارية إذا حسيت أنه أغلب الأفكار أو كل الأفكار مغطية مع الأستاذ تبعك للمادة المعينة مثلا نحكي درست التفاضل بعدين رحت حلت أسئلة التفاضل في الوزارة وشفت أنه أنت عارف تحلها وكل الأفكار الوزارة مغطية على الأغلب بيكون أستاذك ممتاز وأكيد أنت بتسأل الناس اللي جاء بمعدلات واللي أكبر منك رح يكون عندهم خبرة بالأساد وهذا الأستاذ إيش نقطة ضعفه وهذا الأستاذ إيش نقطة ضعفه فضروري أنكم تسألوا الناس اللي أكبر منكم خاصة اللي جاء بمعدلات عالية يعني ما تسألوا أي حد لأن كتير بشوف بوستات على الفيسبوك إنه مين أحسن أستاذ لكذا مين أحسن أستاذ لكذا كل شخص رح يجعبك حسب اللي شافه مناسب وكتير مهم إنه أنا ما أجي أغير أستاذ المادة التبعي بنصف الفصل خاصة المواد العلمية إذا أنا متعود على أستاذي بلشت مع أبو الصيف مثلا ووصلنا هلأ إحنا مثلا شهر اثنين وبداية فصل تاني ما بنفع أروح أنا أغير أستاذي اللي درست معه الرياضيات أو الفيزياء أو الكيميا لأنه رح تتخربط كتير ورح تدمر حالك حرفيا فأنا بلتزم مع الأستاذ اللي بلشت معه لكن إذا حسيت إنه أستاذي اللي اخترته عنده كتير نقاط ضعف أو مش نغطي كل المادة بلتجه لأستاذ ثاني بدون ما أنا أتوتر يعني ما أفوت في مشاعر إنه أنا ضيعت وقتي يا الله شو اللي عملت بحالي لا خلص زي ما حكينا بنكون عقلانيين ومننقلل من المشاعر والتأثر هاد قد ما نقدر خلص أنا شفت أستاذي حتى لو هلأ بداية الفصل التاني شفت إنه مش بناسبني أو اكتشفت إنه في كتير أسئلة وزارية مش مغطيها أو في أفكار كتير مش مغطيها بكمل الفصل اللي أنا بلشته مع عمتلا خلصنا الفصل الأول خلص تمام الفصل التاني ببلش مع أستاذ ثاني مثلا أو بكمل مع الأستاذ وبحل أسئلة لأستاذ تاني فهمتوا علي؟ يارب تكونوا فهمتوا علي والنصيحة اللي بعتها هي إنه ما تركن على حذف المواد ما تركن إنه أنا رح أحذف الفيزياء مثلا أو أحذف كيميا لا بدرس كل المواد وبعطي كل المواد حقها ما بطنش ولا أي مادة ولا بقلل ساعات دراسة من أي مادة لأنه أنت ما بتعرف صراحة شو رح يصير معا وضروري وأنا بدرس الرياضيات إذا أستاذي مش ملخص القوانين يعني لكل وحدة أنا أعمل ورقة تلخيص خاصة فيه أوكي؟ هلأ سواء رياضيات فيزياء كيميا أي شيء اللي هي المسائل اللي بتبلش بفكرة يعني أنا ألخص أفكار إنه إذا شفت مسألة هيك شكلها الخارجي بعرف إنه أنا لازم أمشي بتسلسل معين عشان أحل المسألة فضروري هاي الأفكار أكون ماسكة ورق وقلم على جنب وألخص هاي الأفكار يعني أبني زي خريطة ذهنية لا الأفكار كلها الموجودة في هاي الوحدة عشان أنا أقدر أنظم الأفكار بمخي يعني أنا بتخيل مخي زي هيك خزانة ورفوف وأنا لما بنتي معلومة أعرف كيف أروح أجيبها أوكي؟ فأنا لازم أرتب أفكاري قبل ما أوصل للامتحان يعني مش قبل امتحانات الوزرية بشهر شهرين بدي أعمل هاد الحكي ما رح يكون عندك وقت وإنت بتدرس كون عم بتلخص في المواد نيجي لشغلة الجداول الدراسية وإذا أنا بنفع أحض جدوال إنظم لي وقتي ولا لا هلأ أنت لو هلأ تريد تكتب على اليوتيوب كيف أدرس توجيهي أو كيف أنظم وقتي ما رح تلاقي كتير فيديوهات موجودة وفي كتير أسادة شاطرين كتير بوضع جداول صراحة شوف أنت الجدول اللي بناسبك ويمشي عليه وأنا بفضل أنه أنت تكتب جدولك بإيدك صراحة يعني اطلع على الجداول اللي بقترحوها الأسادة بس بنفس الوقت عدل عليها يعني ما تاخد أي إشي أز أز ما تاخد أي إشي مثل ما هو حاول أنت رتب الأوقات اللي بتناسبك زي ما حكينا مثلا أنا بحب أدرس بالليل ما بناسبني جدول يبلش من العشر الصبح أو ع 12 الصبح أدرس ما بينفع بكون أطارد وراتار ما بينفع هاد الحكيين فأنا برتب الجدول على اللي أنا بناسبني وبفضل ما تعمل جداول لفترات طويلة يعني بعمل كل جدول لمدة أسبوعين يعني حد أقصى شهر ليش أولا ما بتعرف شو رح يصير معك ثانيا إذا أنا أعمل جدول لأسبوعين وصار معي خلل لا صبح الله مرضيت صارت عندي ضرف طريت أعمل إشي يعني صار فيه إشي يخرب علي هذا الجدول بالتالي أنت رح تحكي خلاص راح كل هذا الجدول وخرب فإنه يخربوا عليك أسبوعين أحسن ما يعني كل شهر يروح ولازم نكون عندنا يقين أنه اللي كاتب ربنا رح يصير سواء أنا درست نحتت نمت اللي رح يصير بيه الامتحانات ربنا كاتب ومعروف ومكتوب وخلاص فأنا أتوكل على الله وبدأ أحكي لكم شغلة أنه فيه ظروف كتير بتصير مع البني آدم عن جد بتكون أقوى منه يعني صراحة كتير بيمر علي طلاب بيحكوين أنا درست كتير منيح وقت الامتحانات لكن وقت الامتحانات توفى والدي توفت والدتي الله يرحم جميع المسلمين يا رب فهاي الظروف صراحة ظروف جدا صعبة وقاهرة يعني ما بتقدر أنت ديجي تحكي لشخص لا الحق عليك لازم تدرس يعني فيه شغلات صعبة عن جد صعبة وصعب إحنا نحط حالنا في مكان الشخص اللي صارت معه هاي المشكلة ومش كلنا بنقدر نتعامل مع الطروف بنفس الدرجة يعني فيه ناس بتقدر تفصل بين مشاعرها ودرستها فيه ناس يعني شوي شوي فيه ناس لا كلمة بتدمرها وكلمة بترفعها وحاب أوجه كلمة للأهل للناس اللي عندهم توجيه الناس اللي حواليهم توجيه حتى لو أنت بالشارع مشيت ولقيت طالب توجيهي ما تحاول تحبط من معنوياته ولا تنزل من معنويته لو بكلمة حرام عن جد حرام يعني أنت بتاخد إثمه ممكن أنت تدمر نفسيته لأنه حرفيا بتكون نفسيته موقف عنك شي قد ما تقدر ارفع من معنوياتهم حاول ساعدهم إذا عندك معلومة إذا عندك نصيحة إذا عندك أي مصادر للدراسة بتقدر تفيد فيها طلاب التوجيهي كمان مش غلط بتكسب فيهم أجر ومش غلط يعني إحنا هون عايشين عشان ساعدوا بعض آخر إيش بدي أنصحكم فيه هو الدعاء الدعاء قبل ما قبلش الدراسة وبعد ما أخلص الدراسة سهلا رح أحط لكم الدعاء هون بالدسكريبشن بوكس أو في صندوق الوصف بتطلقوه بملف إذا بتحبوا تطبعوه وتعطوه على كتبكم أو دوسياتكم أو على المكتب هيك بتأخذ أجر أنا كمان وإنت إن شاء الله بتأخذوا أجر وهيك إن شاء الله بكون يعني حكيت كل إشي بقدر أفيدكم فيه بإذن الله أهم إشي تعرف أنه أغلب هاي النصائح هي الشغلات اللي أنا زبطت معي وإن شاء الله هتزبط معكم وبنهاية الفيديو بحب أطلب منكم إنه تعملوا اشتراك أو سبسكريب إذا لسموه مشتركين كتير رح أنبسط صراحة إذا بتعرفوا طلاب توجيهي شاركوهم الفيديو كمان إن شاء الله عشان يستفيدوا وتصبع على خير اشتركوا في القناة